فرزقك يا عبد الله سوف يأتيك لكن لا تستعجل لا تسرق لا تأخذ رشوة لا تحارب الناس في أرزاقهم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله سبحانه وتعالى هو مقسم الأرزاق وموزعها بحكمته البالغة شيئان نحمد الله سبحانه وتعالى أنه ما بيده لا بيد غيره الآجال والأرزاق لأن الآجال والأرزاق لو كانت بأيدينا لفترينا وتجبرنا واعلم يا حبيبي أن الرزق ليس محصورا في المال فقط وإنما الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا فالصحة رزق والزوجة الصالحة رزق وحب الناس لك رزق أن الله سبحانه وتعالى يبعد عنك المشاكل والهموم هذا رزق والأخلاق أرزاق الناس فيها بين غني وفقير والمال أدنى درجات الرزق والصحة والعافية أعلى درجات الرزق فرزقك يا عبد الله والله العظيم سوف يأتيك جلس إبراهيم بن أدهم في يوم من الأيام يأكل بعض قطع اللحم المشوي فجاءت قطة وأخذت من أمامه قطعة لحم وجرت فتبعها إبراهيم ووقفت القطة أمام زحر مفتوح فرمت قطعة اللحم وجرت للمرة الثانية وفجأة خرج ثعبان أعمى فقئت عيناه خرج على رائحة اللحم فأخذ قطعة اللحم ثم رجع إلى جحره مرة ثانية فبكى إبراهيم بن أدهم وقال سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا ومن أسباب سعة الرزق التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب ومن يتوكل على الله فهو حسبه والتوكل هو اعتماد القلب على الله فإياك يا عبد الله أن تعتمد على نفسك إياك أن تقول أنا أفعل الذي علي والباقي على الله المسألة ليست مناصفة بينك وبين الله بل قل أنا أفعل الذي علي والأمر كله بيد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا وسئل حاتم الأصم بما حققت التوكل على الله قال بأربعة أشياء علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزادة للقاء الله وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معظمه